اشتركوا في القناة أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وامتدوا ترحيب عاطرنا الشيخ محمد حياكم الله الشيخ محمد أهلاً وسهلاً ومرحباً دعني أستدرك شيخ سؤالاً فيما يتعلق في المحور الماضي هل يجوز للمرأة أن تشتكي من زوجها لكبر سنه وتطلب الطلاق وتقول يعني انتهت العلاقة بيننا ولا أستطيع أن أعيش معه وفي المقابل أيضاً إذا المرأة كبرت سنها هل يجوز للزوج أن يطلقها أم أنه يلزم أن يحافظ عليها وفي الطرف الأول كذلك يلزم أن تبقى مع هذا الشيخ الكبير لترعاه ولتلبي احتياجاته يعني تقصد هذا من قصة قصة التي أتت عند عمر بالخطاب قصة عمر رضي الله عنه كنت قد سألت قصة عمر طبعاً ملخصها الذي مر معنا أن المرأة جاءت تشتكي إلى عمر زوراً يعني تتذمر من زوجها ومع أنه كريم العشرة كريم النفقة ويحسن إليها لكنه مع تقدم سنه صار لا يقدر على إتيانها فهي لما اشتكت اشتكت على أساس كل شيء يعني أنه كثر شره وقل خيره فعمر رضي الله عنه دافع عنه واستدعى الرجل وتكلم الرجل بما عنده في الموضوع فكنت قد سألت شيخنا الشيخ عبد الرحمن بالناصر البراك حفظه الله ونفع به رجل يعني الشيخ يعني من كبار أهل العلم وفضله سابق ودرجته في العلم راسخة فقلت له يعني هل هل يؤخذ من هذه القصة إلزام المرأة بالبقاء مع الزوج فذكر شيخ كلاماً على موضوع يعني أنه في بعض الحالات تلزم المرأة بالبقاء مع الزوج إذا يعني ما كان غشها أو ما كان مثلاً كتم عيباً ثم بعد الزواج اكتشفته وإنما يعني استمتعت به حيناً من الدهر ثم مع كبر السن تغير حاله فقد يعني في بعض الحالات تلزم بالبقاء معه ولكن الشيخ يعني ذكر لي فائدة يعني قيمة قال مثل هذه القصص شمها ولا تعصرها يعني يعني لا تذهب في أخذ الأحكام إلى العمق ويقال يعني مثل هذه القصص مثل هذه القصص يعني مدلولات لأن الآن هو الحاكم وهو عمر رضي الله عنه يريد أن يصلح الأمر يعني ويأمر بأشياء في مكارم الأخلاق والطلاق وإن كان مكروهاً عند الله لكنه حلال يعني هو يجوز يعني في النهاية لكن الحاكم والداعية يذكر يذكر الطرفين يا جماعة حسن العهد من الإيمان وبقيت معه كل هذه المدة فتحمليه وأنت أيضاً بقيت عندك كل هذه المدة مثل قصة خولة يعني نثرت له بطني وأكل شبابي وثم ظاهر مني يعني ينبغي على الطرفين حفظ الود الآخر وأن الإنسان لا يعني ينكر العهد الفضل السابق والإحسان والعشرة السابقة شميل شفت والمرأة العاقلة يعني أحياناً يكون كلامها مع زوجها مرغباً له في البقاء معها ولما يعني ضجر الحسن بن حسين يوماً من امرأته فقال لها أمرك في يدك إن خلاص نفسك طلقي فقالت العاقلة أما والله لقد كان الأمر في يدك عشرين سنة فحفظته أنت ما طلقتني عشرين سنة أفأضيعه في ساعة في ساعة صار في يدي قد رددت إليك حقك فأعجبه قولها وأحسن صحبتها وكثير من النساء اليوم لو غضب منها زوجها وقال لها ذلك يلا العصم في يدك جعلت أمرك إليك جعلت الطلاق في يدك لقالت طلقت نفسي كما قال أحدهم إن لبست هذا الفستان فأنت طالق فلبسته فإذن ينبغي لو صار الزوج متهورا تكون المرأة عاقلة جميل طيب يعني شيخ هناك بعض الوسائل الجميلة في إصلاح الطرفين وإصلاح أبو فضل الخلاف بين الطرفين منها إدخال طرف ثالث له من الحكمة ومن العقل ما يستطيع تقريب وجهة النظر بين الزوجين كيف كانت مواقف السلف الصالح في إدخال الطرف الثالث الذي يلعب دور محوري في حل هذه الخلافات طبعا الطرف الثالث قد يدخل متبرعا يعني نبي صلى الله عليه وسلم دخل بين علي وفاطمة لما صار بينهما مغاضبة مثلا وقد يدخل بدعوة من الطرفين أو من أحدهما وهذا يعني فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها في طلب من القاضي وأحيانا يكون يعني يسمح له بالدخول أو يعني يكون في ظروف القصة ما يدخل به ويكون لذلك نتائج فجاء عن نعمان بشير رضي الله عنه وقال استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا أبو بكر يسمع صوت ابنته عاليا فلما دخل تناولها ليطمها كيف ترفع صوتها عن نبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه حتى ما يتمكن من ضربها وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل فشوف يعني كانت يعني ترفع صوتها فصار النبي صلى الله عليه وسلم الآن اختوى الموقف أي أحسن إليها قال فمكث فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلح فقال لهما أبو بكر أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا حديث رواب دون صواح السنة من حجر الصحة والألباني إذا نشوف لاحظ هو يعني أحيانا دخل فوجد الأمور يعني فيها نوع من التأزم فدخل يعني واضح دخل ليعاقب ابنته فتولد من ذلك فتولد من ذلك صلح والهدأة الأمور شو أن هذا يبين نبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل زوجاته إلى أبعد الحجم ويعني زوجته قد يعني تعرض عنه أحيانا ترفع صوتها ويكثرن في النفق وهو صابر وقد روى عبد الله بن عمر قال زوجني أبي امرأة من قريش فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة يعني ما أكترث بإتيانها لأنه يريد الصوم والصلاة الليل قيام ليل ما في وقت الفراش والنهار صيام فجاء عمر بن العاص إلى كنته بفتح الكاف وهي زوجة الإبن بالنسبة للأب أي نعم حتى دخل عليها فقال لها كيف وجدت بعلك يعني شوف في تفقد يعني أبو الزوج أبو الزوج يتفقد زوجة ابنه جميل كيف وجدت بعلك قالت خير الرجال لم يفتش لنا كنفا ولم يقرب لنا فراشا فأقبل علي فعذمني يعني أخذني وعضني بلسانه يعني تكلم علي كلام جديد فقال أنكحتك برأة من قريش ذات حسب فعضلتها ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني قصة معروفة وفيها لزوجك عليك حقا جميل إذن هذا يعني يحتم دخول أهل الخير والصلاح لحل الخلافات ونزع يعني شرارة الخلاف ونزاع بين الزوجين إيه وبالذات من أقارب الزوجين وكل واحد يمسك صاحب يعني صاحبه وطرفه يعني أبو الزوجة يعني مسك الزوجة أبو الزوج تكلم على الزوج يعني لحظة وكل لما دخل دخل على إيش دخل إلى ابنته إيه لصالح الزوج ويريد أن يعاقب ابنته وعمر بن عاص لما دخل على ابنه على الزوج لصالح الزوجة طيب يا شيخ هناك بعض الطروحات تقول الأفضل عدم تدخل الأقارب في مشاكل الزوجين وأن هذه المملكة هي مملكة خاصة بين الزوج وزوجته فلا يعني تتسع دائرة الخلافات إلى الأقارب كيف يمكن الجمعة بين المملكة أيوة جميل هذا متى هذا لما يمكن للزوجين التصرف يعني تزعل شوية تزعل شوية تعود المياه إلى مجالها لكن إذا وصلت إلى طريق مسدود هنا لا بد نتدخل الحكماء من الطرفين طيب جميل لعلن يا شيخ الآن ندخل في وأيضا عفوا التدخل لا بد أن يكون حكيما كما عرفنا يعني التدخل طيب متاح لكن بأي وضعية أو أي صفة لا بد أن يكون بحكمة حتى ما تتفاقم الأمور